حمد الله اليوم كان بمكانه يقتل المباراة بالهدف الثاني يضيعها إذا حمد الله ما كان حاسم اليوم ومرابط في ظل الظروف اللي يمر بهالنصر متى راح يساعدون النصر؟ ترى النصر أخذ بطولات كثيرة بوجود مش في انتظار اليوم نعيش على بطول الدوري قبل سنتين أو سوبر يعني ما يعني فيه أمور كثير فنية في النصر فيه أمور يعني تلاحظها أنه موجودة أيضا خارج الملعب يعني لما نرى المشكلة اللي صارت بمباراة الهلال اللي في الدوري بين مرابط وما يكون اليوم حمد الله بين الشوطين بكل برود أنا ما عارف السبب يعطي إشارة الكابتن اللي ما يكون أنا أول مرة أشوف تبديل إشارة الكابتن يعني هذه ما أدري من وين طلعها حمد الله يا أخي إشارة الكابتن هذه اللي لبسها ماجد عبد الله والهريفي ومحيسن وأي حد يتشرف فيها إذا أنت يا حمد الله تعتقد أن النصر واقف على الدوري اللي أنت في اسمه ترى قوميز مع الهلال أخذ دوري وكاس وبطولة آسيا بدونه ما يكون هداف دوري ولكن كان رجل في الملعب وكان متحمل مسؤولية إذا فيه لاعب يظن أنه أكبر من النصر ما فيه أحد أكبر من النصر النصر للعلم ووجود خلني أعطيك معلومتين الكل اللي يمكنني يعرفه موشي كل اللي سجلوا أهداف النصر في الدوري محليين المباراة الوحيدة اللي في فاز فيها النصر السنة هذه في الدوري بالمحليين ولا أجنبي باستذناء الحارس إذن اللعيب الأجانبي إذا مش راح يكون مفيدين هم أصبحوا عالي على الفريق يا أخي يريحون بره اللي ما يبغي يلعب ما عنده يمكن إحساس بقيمة الشعار يتفضل يا أخي على البنش إدارة النصر اليوم حسين عبدغني موجود نعطيه فرصة يشتغل لكن مش معقولي اليوم أبهى ويطلع لي واحد يقول فيه توريا يا أخي سوريا مع كل التقدير ويحترام الأبهى فيه مباريات يحسمها اللاعب فيه مباريات لاعبين أنا ممكن ترى مدرب الهلال في مباراة مكان موجود يعني اليوم فيه مشكلة ما يكون اليوم يتسبب فيه كثير من الهداف يعني أنا يمكن أختلف مع أبو تركي أن موضوع تبديل ما يكون ما يكون فيه كثير من المباريات الأخيرة سبب رئيسي فيه عديد من الهداف اللي دخلت على النصر يعني اللاعب مشغولين بأمور ثاني واضح أنه ما فيه تركيز فيه مشكلة بين اللاعب نفسهم الأجانب يا أخي أي من يحيى راتبه ما يوصل الشهر من راتب رابطه وحمد الله أو يمكن أسبوع بعد يعني ومسكين يتعب هو الوحيد اللي يسجل في آخر مبارتين مبارة الشباب هو اللي يسجل ضد الهلال هو اللي يسجل اليوم هو اللي يسجل يعني ما أدري يعني حتى الكرة الثابتة اللي يتكلم عليها ابو نايف ما فيه أي تشعر تحرك حتى اللاعبين يعني اليوم ما يكون حمد الله أصحاب القامات الطويلة والأجسام الطويلة ما فيه أي استفادة لا من الكور الثابتة لا من كورنر لا من فاول حتى ركلة الجزاء أهدرها حمد الله بطريقة غريبة نحن نشيد بحمد الله ولاعب خطير ولاعب كبير ونقدره ونحب هذه النوعية من اللاعبين ووجدنا فيه لكن اليوم لا ستوب يعني في اليوم في مشكلة في اللاعبين إذا ما تتحملوا مسؤوليتكم إذا كل شيء قلنا الإدارة معناته خلاص اليوم حسين عبدالغني بعد يلا نقول لأ طلع برة أنت تحس أن أحيانا اللاعبين إذا شعروا أن هناك من يتحمل المسؤوليتم سواء مدرب أو إداري أو حكم أو 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 يدخل الملعب مرتاح إذا خسرت شالها غيري شالها الحكم شالها المداري شالها المدرب مفروض أن هذا يخرج من رأس اللاعبين أبو جود أبو جود فيه كثير لاعبين دعني أقولك شيء فيه كثير لاعبين في مطاقتناها بشكل عام اللاعب دائما العذر موجود يدري أن الخسارة سيتحملها مدير الكرة أو رئيس النادي أو المدرب وإذا فاز سيكون الذي يسجل هدف أو الذي يصنع أو أو ولذلك تجد حتى اللاعب يشعر أنه محمي أمر أن المسؤولية ليس عليها لذلك لو تسأل أي لاعب بوجود خسر اليوم وتسأله يقولك طريقة المدرب ما ساعدتنا أو المدرب بدأ غلط يبدأ يحلل الحين شغل المدرب يشعر أنه محمي هو أنه تعود تبرمج على أن المدرب هو سبب المشكلة دائما أو رئيس النادي أو مدير الكرة لذلك دعني أقولك شيء بعد المباريات تجد الثاني يوم أو في نفس اليوم حتى بعض اللاعبين بكل برود يكون خسران تحصل داخلك على السوشال ميديوم بتغريدة غزل أو صورة في السناب أو في الإنستجرام لأنه يدري أنه ما حد رح يرد عليه وينتقدم النقد راح للرئيس ومدير الكرة والمشرف اللاعب يشعر أنه محمي في بعض الأحيان وهذا خطأ ليش؟ لأنه في صراعات خارجية الهدف منها مش اللاعب ولا الكيان الهدف منها أخراج الشخص فلان وعلان لذلك ما نروح لسبب المشكلة طيب